بسم الله الرحمن الرحيم طلع بالاعزاء وسهلا بكم في محاضرة في مادة بايسيك كوف كنترول انجينييرين محاضرة أفم أربعة هذه المحاضرة خاصة في مادة بوق دايقرام وردكشن ومادة بوق دايقرام وردكشن مادة مهمة ممن أساسيات من دست السيطرة احنا خذنا نسوي مراجعة سريع على بوق دايقرام سكيمي اللي هو دائما بأموت رفرنس أموت وبي كنترول الأوتبوت نرمز خلينا نرمز رس للأموت والسياس للأوتبوت وعدنا الفيدباك والأشاس وعدنا البروزس دائما تكون مرزلها بالجاي وممكن تكون لدينا الدستيربنس داخل على السيستم كنت تكون الدستيربنس داخل على السيستم نسميها يو اس طبعا هذا فورورت بات هذا فيدباك بات هذا البوينت نسميها سامل بوينت نقطة تجمع الطرح بسبب البلاس ماينوس هي تجينا من السيغنوز الرجعة من الفيدباك هذا نضرع عاما بقانون مهمة هو البلاك فورمولا من العموم انها كانت عندنا البروك دايقرام في هذه الزيغة في جاي اس أريد نشوف الترانسفير فونكشن معنته بزادة الأوتبوت عن البروك دايقرام في جاي على واحد طبعا بلاس ماينوس هذا حسب الشارع الموجودة هنا إذا كانت ماينوس في سير بلاس إذا نصر بقانون هو ماينوس فواحد بلاس جاي في الأجس وأيضا تكلمنا على ما يسمى بالكاسكيد الكاسكيد سيريز كونكشن إذا كان لدينا جاي 1 جاي 2 جاي 3 جاي 4 إذا ما لا نهاية فممكن نشتغل كالتالي جاي 1 ربها في الرس تكون هي أمود للجاي 2 وهذا نروها بجاي 2 سير جاي 2 جاي 1 رس زر أمود للجاي 3 وهكذا فهذا يسمى بالكاسكيد بحيث أنه الفاينل يكون يبارا عما يحاصل ضرب الجايات ويصيره يبارا عما نبدن الأوتبوت عن أمود ويبارا عما يبارا عن جاي 3 جاي 2 جاي 1 هذه أبسط أنواع التبسيط الخاص باللوك دايقرام لو إجينا شوية أخذنا إنغام من الأعقد وهذا ما تكون هي بارالي كونكشن بارالي كونكشن بارالي كونكشن مثل موابحة السعيدة بالمثال أسفل كانت جاي 1 وجاي 2 وجاي 3 مربوطات على التوازي ونفس الأمود الهم ونفس الأوتبوت الهم فهيكون حاصل مجموحهم يعني CS رح يساوي لنا بلاس ماينوس جاي 1 بلاس ماينوس جاي 2 بلاس ماينوس جاي 3 مضروف في الرس أيضا هنا صارتنا تبسيط فس ثاني لحالة إذا كانت مع التوازي صارتنا بحالة الكاسكال مربوطين بهذه الطريقين دائما نشوفوا شون الحال يتبسط إنه نبدي بمرحلة A وبعدين بمرحلة B A كانوا هنا بهذه الوضعية مرحلة B نشوفوا جيد بسيط صار عندنا بلوك دايقرام قلنا نرحل بعض قرنبلوك دايقرام الجورة for Semic Function في حالة كون Semic Function إنها لدي سيجنال سميه أكسس بلس ماينوس وداخله أنبط على الجاي لو نقلنا السمك بويند صارت أمام الجاي يعني كلمات أخرى السمك بويند صارت أمامه فتحولت منها النقطة النقطة باتجاه forward الأمامه فالعلاقة يجب أن نضيف لها Js في العدق نفسها نضيف لها Js ونحفر على نفس القيمة التي تابتها لدينا إنه Output يساوي J نضره في الأمود بلس ماينوس X حيث هو Jr إذا فتحنا الأقواس هو عبارة J في R بلس ماينوس و J في X يعني من قوسي خلينا نرجع هذا ال R لو نجمعه هي ال X صار هنا R بلس ماينوس X ضرب في J فهو في الحقيقة من نفتح ضرب هو J في R في ال X هذا نفسه نفس الشي نحن نسوي هنا R في J وال X في J وجمعناهم وطلعناهم بالOutput يعني حافظنا على نفس القيمة بإضافة J هاي الحالة A نجي للحالة B لو كانت العلاقة بالعكس لو كانت العلاقة بالعكس إنه تكون عندنا سمك بوينت هي أصلا أمام ورح ننقلها الخلف نفس الموضوع بس نتقسم على واحد على J كان ما نضربه J نقسم على واحد على J ترجمة نانسي قطع ترجمة نانسي قنقر اشتركوا في القناة